بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم قناة أشرف القاضي إن شاء الله أنا أرضا نتكلم عن تحذير من بعض الشاشات السيئة الرضيئة اللي فيها مشاكل على مدى البعيد للشراء بمعنى أنت بتشتري الشاشة طبعا أي حد بيحتاج أن هو يوفر يعني بيحاول أن هو يوفر في ثمن الشاشة ثمن جهاز بيشتريه ويكون قصاده منتج كويس منتج شغيل للأسف بتكون المعادلة صعبة شوية في بعض الأوقات لأنك بيكون اختيارك مشيت ورا رخيص بس مش مشيت ورا يعني جودة يعني متوسطة أو جودة جيدة وفي نفس الوقت السعر قليل أو فيه عروض بعض الشاشات هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي نعرفكو بعض الشاشات السيئة اللي بحذر من شراها لأن شراها مع المدى يعني البعيد والقريب والله مش البعيد بس حصل مشاكل مع ناس كتير ولدرجة الناس اللي هم المندوبين اللي بيبيعوا في المعارض التجارية وسلاسل المعارض التجارية في كلام معاهم مع أغلب يعني مع ناس كتير منهم قالوا يا ريت تحذر من الشاشات دي الشاشات دي بتيجي رخيصة وبتتباع رخيصة واللي بيشربها الزبون هو اللي بيشتريها وهو اللي بيقع في الفخ زي ما بنقول الشاشات دي أنا بحذر منها مجرد تحذير أنا مش ولا ضد ولا معا لا أنا بقول بس اللي أنا سمعته من الناس اللي هم بيعوا في المعارض وفي نفس الوقت بعض الناس اللي اشتروا الشاشات دي وبيشتكوا من إن الشاشات صورتها رضيئة هجيب لكم بعض صور الشاشات وفي نفس الوقت هتكلمها بعض الشاشات كمان مش معايا الصور بتاعتها فهنشوف كده خليكم معانا وتعالوا معايا نشوف ايه بالزبط الموضوع الشاشات دي شاشات أغلبها رخيصة وفي نفس الوقت جودة للأسف مش جودة حتى متوسطة أقل من متوسط تابعونا وإن شاء الله خير بإذن الله شكرا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة الشاشة قدامنا إن شاء الله منها ورا وحاجة كده وقفة على رجليها وشامخة وشكلها حلو شاش شكلها جميل جدا والإمكانيات وجديدة ولسه خارجة من الكارتونة شكلها يعني مبهر شكلها مغري لإنك هتشتريها اتنين وتلاتين بوصة بألف وتمنمية جنيه أو تلاتة واربعين بوصة بألفين ومية جنيه تقريبا أو ألفين ومتين جنيه طبعا أول شاشة بحذر منها وش على طول هي سامسونج اندرويد شايفين كلمة سامسونج دي يا جماعة تحتها في علامة الاندرويد من دي طبعا مفيش حاجة اسمها سامسونج اندرويد خالص نهائي في سامسونج 40 بوصة الأصلية والموديل تي خمسة تلتمية لما وجد في بسوق مفيش غيره لكن دي شاشة اسمها سامسونج خمس تلاف وتلاتة طبعا مش أصلية نهائي دي تبعدوا عنها أي شاشة ال جي أو سامسونج تلاقيها عليها علامة اندرويد من ابعد عنها مش اندرويد مفيش اندرويد أصلي خالص من الشركة دي شاشات مضروبة بعد كده عندنا الشاشة شاشة بيها بسوني طبعا ما يسمينها سيناو طبعا هي ولا سيناو ولا بيناو الشاشات غير مدعومة آآ الاندرويد بتاعها غير مدعوم وفي نفس الوقت الخام بتاعها خام كله رضيء ومقلد عندنا بعد كده الشاشة النتوكيال معروفة في مصر ومنتشرة في مصر كتير قوي آآ للأسف برضو الشاشة ديت آآ يعني آآ كشكله كمنظر شكله منظر مش وحش لكن كامكانيات وصورة رضيئة للأسف انا كنت في نفسي في معرض من معارض بعد معارض الشركات اللي هي معروفة وشفت الشاشة دي عالطبيعة للأسف كانت اسوأ الصورة شفتها في الشاشات كلها وسعرها طبعا رخيص جدا ومغري عندنا آآ شاشة اواكس أو اواكس آآ شاشة دي برضو شاشة شكله منظر وللأسف للأسف الكبير يعني آآ تفتح الكارتون بتاعتها شكلها مغري جدا ولكن الشاشة ملهاش دعم آآ ملهاش آآ امكانيات حقيقية آآ للأسف برضو الخام بتاعها ضعيف جدا والصورة بتاعتها صورة رضيئة مش صورة آآ قوية عندنا شاشات جنرال دي يعني موجودة في اغلب الدول العربية حاليا شاشات آآ جنرال برافو اسمها كده معرفش برافو على ايه بس برضو شاشات جنرال دي شاشة غير مدعومة آآ ملهاش شركة حقيقية بتنتجها هي كل الحكاية انها شاشات صيني بتيجي باسم جنرال وبتتوزع في كل الدول العربية بكزا شكل وكزا موديل وكزا نوع وللأسف اسعارها متفوتة وكلها اسعارها رخيصة عندنا شاشة ميجا قريبا كلنا عارفينها موجودة في مصر عندنا وموجودة في بعض الدول العربية آآ اسمها اوميجا وفي تاني اسمها ميجا ازا كان دي او دي برضو شاشات ضعيفة الخام وفي نفس الوقت السمارت بتاعها او بيكون اندرويد غير مدعوم بالمرة ما بيفتحش المتصفح ما بيفتحش عن نت غير يوتيوب وبالزق وبالعافية عندنا بعد كده شاشات الرويل الرويل برضو سمعنا عنها كتير الرويل سمارت حتى واغدين شكل صورة يعني لو لاحزنا شكل الكرتون هنا يا جماعة الصورة اللي صورة الشاشة دي شاشة الج الموديل ده ده موديل الج اللي على الصورة مش رويل خالص يعني حتى البجاحة بتاعتهم واغدين صورة شاشة الج وحطينها على الكرتونة بتاعتهم وهم مشتبع الج نهائي والمشكلة كل اللي بيتحك على حد في السوق دلوقتي يقولك دي شاشة واخد البنال بتاع الج دي اي بي اس ده مش عارف اسهل كلمة بقت تتقل دلوقتي اسهل كلمة في اي شاشة نص سلبة زي ما بيقوله عندنا برضو الجولد تيك شاشات ما نعرفش برضو اصلها وفصلها للأسف وبردو ماليا السوق وبردو الكلمة الاولى والاخيرة في كل الاحوال دي فور كي سمارت ألترا اتشي دي واندورويد طبعا وكله غير مدعوم بالمرة شاشات الناشونال الصيني طبعا مفيش ناشونال اصلي دلوقتي كله ناشونال تحت بيري السلم زي بنقول للأسف ما بقاش فيه ناشونال الاصلي اللي هي الشاشة اللي لها سقل ومعروفة في السوق كله بقى صيني ورخيص جدا واغلب الشاشات بيقولك انها اندرويد وسمارتا اندرويد والدنيا شغالة زي الفولد وللأسف ملهاش دعم نهائي طبعا الجنرال نفس الكلام برضو هي نفس شاشات الجنرال برضو اديك علامة الاندرويد من انها شاشة اندرويد وانها شاشة اندرويد نتفليكس ويوتيوب وكل المنصات المشاهدة بتفتح الشاشة بتتصدم في الجنرال ديت انها المنصات اللي عليها ضعيفة لان الاندرويد بتاعها اصلا بيطلع في الاخر اندرويد فور بوينت فور الضعيف مع زاكرة ضعيفة مع رام يعتبر خمسمائة واثناشر رام ما بيقومش حتى متصفح بصورة كويسة عندنا شاشة توكيوسات طبعا برضو نفس الكلام ما قد ينكتب لك توكيوسات عشان تقول دي شاشة ياباني دي شاشة توكيوسات يعمل حج وطبعا هي ولا توكيوسات ولا كوريا سات ولا اي سات في الدنيا طبعا شاشات سامسونج المضروبة اللي قدامنا دي دي شاشات مش اصلية شاشات شكل يديك اسم سامسونج والعلامة التجارية لسامسونج وسري دي ومش سري دي وانها سمارت ووقت بعض اللي قد تقولك انها اندرويد هي ولا كده ولا كده ولا اي حاجة هي شاشات مقلدة صيني تحت بير السلم ليس لها اي دعم من اي شركة انت بتشتريها وانت وبختك وانت ورزقك زي ما بيقوله عندنا آآ الشاشة اللي بعد كده شاشة اسمها شام شام دي انا معرفش جات مينين بصراحة ونزلت السوق عندنا برضو يقولك انها اندرويد بتطلع في الاخر انها اندرويد قديم رام ضعيف آآ زاكرة تعتبر اربعة جيجا بالعافية واغد النظام والسيستم والشاشة يعني كل امكانياتها متوسطة او اعلم المتوسط عندنا بعد كده شاشة الريفيرا ريفيرا برضو ديت انا فجأت بيها في السوق المصري موجودة مع انها موجودة في بعض الدول العربية لكن فجأت بيها برضو في بعض المعارض نازل اسمها ريفيرا قالك دي برضو واغده البنل بتاع الاي بي اس بتاع ال جي عام دي واغده نفس شاشة ال جي نفس النظام البنل ومش عارف ايه اسهل كلمة بقيت تقال دلوقتي دي عليها بنل ال جي اي حد بيع اي شاشة عبانة يقولك دي فيها بنل ال جي فانت هتروح فين بقى شاشة رجال برضو دي معارفش منين جايبينها برضو نفس الكلام رجال سمارت ليد تيفي اه خمسين بوصة اه ناس كانوا بقولوا انها اوكراني وناس كانوا بقولوا انها انتاج اوروبي وانا بقولك انها انتاج صيني من غير معرف ولا رجال ولا بتنجان هي شاشة انا متأكد انها صيني وهو نفس الكلام الهرشمان كلنا عارفين ان فيه الهرشمان اللي هو الهرشمان ممتاز جدا ومتميز بس مش معنى كده ان الشاشة بتاعته للأسف طلعت شاشة رضيئة ومش كانت شغالة تمام وبردو انتاج صيني غير مدعوم وغير متصين وغير مضمون للأسف يعني هرشمان انا بحب يعني من زمان معروف الهرشمان بالهرشمان بتاعه صيني درسي بارمون تيرو